في كردستان العراق ككل وفي أربيلا كما في السليمانية هنا هناك وجه آخر للمدينة وجه إنساني ربما تخفيه ضحكات الأطفال أو بحثرة الملفات وانهماك الأطباء فالخطب جلل ولم يأخذ حقه في الظهور لتزاحمه مع ملفات سياسية أخرى إنه مرض الثلاثيميا وارتفاع معدل الوفية بسببه في كردستان العراق بعموم إقليم كردستان وبخاصة في مدينة أربيل توفي ستة مصابين بمرض الثلاثيميا بسبب عدم أخذهم الأدوية اللازمة للعلاج بصورة منتظمة مع الأسف نحن نتأسف لحصول هذا نحن نتابع الموقف مع وزير الصحة في الإقليم وحل المعوقات وتوفير المستلزمات الضرورية للمرضى ما قاله الرجل تدعمه الإحصائيات الخاصة بجمعيته فهي كشفت وفاة طفل يبلغ من العمر ستة عشر عاما بسبب ارتفاع نسبة الحديد في جسمه وهو انضم إلى خمسة آخرين توفو بمرض الثلاثيميا في شهر كانون الأول الماضي لوحده ولعل هذه الطفل ريام محمود التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها تطالب بالعلاج والأدوية لتنتهي من الألام وتعيش كبقية أقرانها كفيلة بمعرفة حالة العشرات ممن يشاطرها الألم والمرض فهناك من يبكي ويستحمل من أجل الألم المختصون هنا يشرح أمام الكاميرا تارة وخلف الكواليس تارة أخرى عن نقص الأدوية الكبير الخاص بعلاج التلاثيميا في كردستان فهم يحملون جزءا كبيرا من المسئولية لحكومة أربيل والخلافات الأخيرة مع بغداد وما رافقها من إغلاق للمطارات والمعابر يبدو أن في الآوينة الأخيرة لم تصلنا أي أدوية من حكومة بغداد إلى الأقليم وهو بالتأكيد سينعكس على الوضع الصحي للمرضى في جميع مستشفيات أقليم كردستان وهو ضروري لعلاج ازدياد الماغنيسيوم في الدم وبالتالي يؤدي إلى خطر الوفاة لذا نطالبه بتوفير الأدوية اللازمة للمستشفيات الطبيب كما بعض المسؤولين في القطاع الصحي رفعوا الصوت عاليا لكل من يعنيه الأمر من سياسيين ومسؤولين لعدم الزج بالمرضى والحالات الإنسانية في بازار الصراعات السياسية فناقص الخطر قرع ومعدل الوفيات اللم يتم تدارك الأمر في ازدياد